الضغوط الحياة اليومية للإنسان تفرض عليه نمطاً معيناً وأسلوباً خاصاً واستمرارها يؤثر سلباً على الحالة النفسية للفرد والتي تؤثر سلباً على تعامل مع الآخرين مما يؤدي إلى ظواهر سلبية متعددة ومنها العنف الأسري الذي أصبح خطراً يحدق بالأسري والعوائل الكثيرة للعلم أن العنف الأسري هو ما يقتصر على جزء واحد وإنما هو عدة أجزاء ويتعرض إلى كل الفئات سواء الأطفال أو النساء أو كبار السن وحالياً حتى الرجال بحسب رأي المراقبين والمختصين فإن الإحصايات الأخيرة حول العنف الأسري في تزايد المستمر لذا تستوجب تكثيف الجهود للتقليل من آثارها السلبية لأنها سوف تنعكس على المجتمع بصورة عامة نأمل كوسط ثقافي أو كمؤسس ثقافية أو كمركز ثقافي معروف في كارفوك أن نكون من المساهمين ومن الداعمين ومن المشاركين في حد من هذه الظائرة الحاضرون من المثقفين والناشطين أكدوا على أهمية مثل هذه الجهود من خلال الندوات والورشات التوعوية لأن الجانب الثقافي والنفسي هو الأساس للحد من هذه الظاهرة هذه الندوات هي اللي رح يتقلل شوية يعني ما يقلل كثير لكن ينطد بعض النقاط الإنسان يقدر يأخذها يعني مثلا صحيح فلان ندوة السماعة فلان شيء خلي أنا أشعر عليها تمام له لا يعني أتمنى 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 أنه هذا العنف خاصة نحن محافظتنا يعني صاير كثير صراحة محافظت كاركو صاير كثير في العنف الأسري اللي بيها يعني أتمنى أتمنى أنه هذا تقل أسباب كثيرة هي وراء ظاهرة العنف الأسري كالاقتصادية والنفسية والاجتماعية وجهود أكثر لمحاولة الحد منها لكنها مع ذلك قابلة للزيادة بل هي في مرحلة مخيفة جير سعيد زاقروس تيفي كاركوك